السلام عليكم. يوم عندنا فيديو جديد وحلقة اولى وفيديو اول فيديو. راح نستعمل برنامج كومسول. حتى نسوي محاكات عدنا لعملية دخول الفلويد او الماء اللي عدنا المي اليوم. من خزان تانك روزفور الى بايب. عدنا ثلاث حالات اللي هي الراوندد انترانس. يعني وعدنا الفلاش انترانس. يسمى سدن انترانس. سدن كونتراكشن. وعدنا الاخير ريانترانس بايب اللي هو يصير بلوس. اللي هو هاي اللي يصير عدنا جزء من الانبوب داخل جدار الخزان. راح نروح لكومسول. هاي راجعة الكومسول. موديل وزد. تو دي. راح نختار لامنر فلو. راح لفلود فلو. عدنا سنجل فيز فلو. لامنر الفلو. نضغط اد. بعدها نضغط على كلمة study. نختار study state او stationary. و time dependent او transient. نختار stationary. ونضغط done. اهي عدنا واجهة الكومسول. طبعا عدنا اولا شي نرسم الجو متري معاتنا عدنا نحاول وحدات للسنتيمتر ما نحتاج للمتر. و راح نروح للجو متري. نختار اه او ريكتانقل مو مهم. راح نروح لريكتانقل. خلنا نفرض العرض الماتة هو اربعة سنتيم والارتفاع خلنقل الستة. وبالزاوية بالكورنر اكس واي صفر. ونقل لها بلد سلاكتد. رسم عندنا الخزان او جزء من الخزان. بس راح نرسم الحالة الاولى. راح نختار مثلا اللي هي هاي الحالة. الفلاش انترانس الوسط. بحيث تصير بداية البايب او الانبوب وهي سطح او جدار الخزان. راح نضغط عن مستطيل ثاني ركتانجل. راح ندخل آآ غنقول الطول الانبوب راح الجزء منه. حنقول ثلاثة سانتيم او يا ثلاثة سانتيم. والقطر. غنقول نص سانتيم. نقل بلد سلكتد بهالشكل هذا. خلو نقلل. نسوي اثنين. هذا. اسا هذا لننخلي مثلا هنا او هنا مش كده. فاش راح نسوي راح ارفع على الواي. عدنا هذا الاكس. وهذا الواي. راح ارفع على الواي. خليني نقول واحد ونص سانتيم. اوكي. نجرب. نخلي نخلي يعني. ثلاثة اربعة سانتيم. هذا مناسب. وراح اخليه يبدي من. ماينوس تو. الاكس راح يبدي من ماينوس تو. ستشوفون. هالشكل هذا. لانا ساعدنا هذا الخزان. وهذا عدنا البايب. اقدر مباشرة انا ساروح اضيف الماتيري الماتي اللي هي مي. اروح ماتيريال. اد ماتيريال. يعني عندي مخدون للمسبقان او اروح للليكويد ان قاسز. وراح اشوف عندي بالليكويد موجود المي. اختاره. ادو كومبوننت. اسا انضاف. راح انضاف عندنا المي. هسا عدنا هذا الوالز. هاي كلها الوالز عدنا جدار ال... control volume خللي نقول. او الوالز مع المي. يعني هذا عدنا هو البادي مع المي. اذا اروح للفيزيكس فوق. اختار الباونداريز. راح اختار الانلت. منين راح يدخل الوالز مع المي. راح اختار هاي المنطقة من فوق. خللي نقول عندنا الانيشيال او الانترانس راح اقول عندي يعني تقريبا خمسة متر بالثانية. اوكي. والاوتلت. نفس الطريقة. باونداريز اوتلت. راح اختار هذا الجزء. اللي هو جزء من البيب. الضغط راح يعتبره يخرج الاتموسفيريك براشر. هذا عدنا هو بادي المي. وهذا عدنا الانلت وهذا عدنا الاوتلت. هس الوالز. اللغة طبعا هذا الجزء وهالجزء. اقدر طبعا اسوي يونين. اقدر اروح لليونين. ارجع لجيومتري. هالجيومتري ما تي. نعم بولينز ان بارتشنز. اختار يونين. اختار هالجزء. طبعا اتأكد ان هاي الاكتيفاشن. سيلكشن من الشراء. راح اختار هالجزء. وهالجزء. والغيها كيب انتيريور باوندريز. راح الغيها. واقول لها بلد سلكتد. هذا الانترفيس او الباوندري اللي غاليه صار وكأنما كثلة مي وحدة هنا. راح ارجع. اتأكد يعني اتأكد من الوال. اصلا الوال صار عندي اوضح. انه هذا جدران الخزان او المي. وهذا الالت. وهذا الاوتلت. اروح للمش. يعني اقدر اخلي فاين اقدر اخلي كورس. راح اختار نورمال. راح اقول له بلد اول. هذا المش ماتي هنا. طبعا جدران الانبوب يصير بها مش اكثر من الوسط البادي مع المي. خلاص عندي المش. اروح لستادي. اقل وانتظر. هسه هنا اشوف البروغرس راح يبدي. يطيني حالة الحساب. هنا خمسة بالمية تسعة بالمية سبا عشر بالمية. طبعا كل ما المش صار فاين اكثر وكل ما جيومتري اكبر راح يتاخر بالحساب. بس احنا هنا كبداية. وشرح تعليمي راح نختار ابسط هذا. احنا طبعا عندنا اختار سيزوم على هاي المنطقة المهمة. وقارنها هي الصورة اللي ما اختيها الموجودة بالكتاب. عندنا هنا يصير الفلو سابريشن. عندنا هنا يصير الفلو سابريشن. وفي هاي المنطقة الاسفلها مثلا عندنا تقريبا الفلو يقترب بين الصفر. يعني اسرعة الماء هنا تصير صفر. مثل ما دا نشوفه هنا. هنا الماء تقريبا يوقف وهنا من نو سليب كوندشن يصير صفر. اللي هي اللي انتتصير وهنا عندنا بسبب التضيق وهنا يصير عندنا على ما يمكن. احنا بدينا بال بداية التانك خمسة خمسة متر بالثانية. هنا يعني صفر. هنا مطقة الغامقة صفر. هنا كذلك صفر. هنا خمسة. هنا الحمراء يوصل تقريبا ستة وخمسين متر بالثانية. بداية الانبوب تقريبا يعني تسعة وتلاثين أو سبعة وتلاثين. نحن ناخذ الحالة الثانية. الحالة الثانية نحن نختار مثلا الحالة اللي بيها راوندد. عندي هنا الار اكبر من الدي اذا كان اكبر او يساوي بوينت واحد خمسة. يعني الار اكون يساوي بوينت واحد خمسة في دي صار عدنا الخسائر بسبب هذا الانترانس اقل ما يمكن طبعا هنا الخسائر بوينت فايف. وهنا الخسائر واحد اللي هي المكسيموم. هنا عدنا بوينت او فور اس راح نرجع للكومسول راح نحاول نسوي هذا الجزء. نرجع لجيوماتري ماتي. راح اروح الى الجيومتري. راح اختار الفيلت. الفيلت انا عندي هنا الديامتر من هذا. هو اثنين. او العفو بوينت وايب. ولازم اكبر او يساوي بوينت وايب يعني الار اكبر او يساوي بوينت وايب. بوينت وايب في دي طبعا. دي هو بوينت وايب. راح اروح اختار الفيلت. اختار هاي النقطة. راح ادخل الراديس هنا. غير نقول الوصف اختار الفيلت. راح اختار الفيلت اختار الفيلت بوينت وايب. اختار الفيلت. اختار الفيلت ودخل الان . اختار الفيلت هذا من الزمرة الثانية هنا. بالشكل. سوي زوم عليها. اذا يعني راح نسوي له مش يعني كلها ما راح يتغير عدنا اذا الوالز. الانلت. الانلت. والمش. راح اقول له كومبيوت. هذه الحالة يعني تقريبا ما قعدنا نهائيا نسوي زوم عليه. تقريبا نهائيا ماكو فلو سوريشن والفلو يزيد طبعا هنا الضغط يتحول الى. كما ننشوف طبعا نضيف ستريم لاينز. نسيت انا نضيف ستريم لاينز بالحالة الاولى نجي هنا. اختار ستريم لاين. اختار عددها سوي مثلا. اختار عدد. اختار عدد. اختار عدد. ستريم لاينز هنا. هنا فور تزيز طبعا كل الشبيرة هنا. هنا ايضا تقريبا نهائيا نسيت اصوي ستريم لاينز بالحالة ولا تنرجع عليها. هاي الحالة هذي راح ارجع للحالة الاولى راح الغي هنا الفلت. سوي رايت ودليت. والفلت الثاني هم راح اصوي لدليت. وارجع اصوي build all objects. كذا راح اصوي لمش. وارجع اصوي لcompute. اشتركوا في القناة. جزء من البيب راح يدخل عندنا الداخل الخزان يعني يصير يدخل على سطح الديدار الخزان. هاي شون راح نسويه? احرجع الجيوماتري ما انا عندي هذا هو بودي ما المي يعني هذا كله هو بودي ما المي يعني ما اقدر اسسوي الا احذف منا لازم احذف منا جزء اللي هو يصير جزء من يعني الثكنس ما الانبوب راح احذفه من هاي المنطقة. راح اروح الجيوماتري. اختار ركتانجل راح ارسم الثكنس اللي يدخل هنا بهذا الخزان. خلي نقول الثكنس ماتة. يعني واحد ونصف مليم. والجزء اللي يدخل بالخلي نقول نصف سنتيمتر. انا عندي هذا. هذا هو يعني البعد منه هنا 0.75. راح اروح منا 0.1.1.5. راح اعني 0.6. راح يبدي من 0.6. الواي. نقوله build selected. في الشكل هذا. راح اروح لنفسه راح اقوله duplicate. راح اخلي يبدي. هذا ارجع لهذا. هذا عندي 0.75. 0.5. plus 0.5. 1.25. 1.25. plus 0.15. 1.4. لدي هذا راح يبدي من 1.4. اول عفو اقل. 1.2. 1.25. ما الشكل هذا؟ مثل لازم امسح هاي من هذا الجزء. راح اروح الى difference. راح اختار كل الى اليونين. وهجي اختار ذاني. الاشزاء اللي داخل البوايب. واقل له build selected. لسه هذا جزء الموي. طبعا هو لو كل لاحظت عندي هنا ثكنس ما الخزان وهذا ثكنس البوايب. بس شكلها. ثاني اللي همني بس الموي. بس راح للوال. كلها اضيع ابتبره من الوال. وانلت موجود. الاوتلت صحيح. راح اروح للمش. build المش. regular study. اختار compute طبعا راح يطول اكثر بهاي الحالة من السيميليشن اللي عدنا. بهالشكل هاذا. طبعا عدنا فرق كل الشبير. هسا راح نشوه شوان عدنا هنا. فورتكس. اكثر. يعني الفلو راح يبقى هنا. وما راح يتحول الى البايب. الى الانبوب. هنا عدنا فورتكس. شيء منطقي طبعا هاي المنطقة. راح اصر عندنا الفلو عقف. واذا عدنا خزان باوساخ او بمي. يعني باتربة وطينة هاي المنطقة راح نجمع بها. طبعا السيبريشن اللي هنا راح اصر اكثر. راي حالة خلصنا الفيديو لهذا اليوم. يعني راح نشوف عدنا الفرق بين هات الحالات عدنا مثل ما عدنا بهذا الكتاب المنهجي. نشوف نستريم نعيزة هنا. هنا عدنا الفورتكس كلش عالية. اتمنى استفادته من. الشرح لليوم. هنا دستريبيوشن ما فلو كلش منتظم. ماكو اي تربلنس. هنا تربلنس نقريبا نوعا ما اكثر. وهنا كلش عالي. نحسب كم ستريم لاين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية من اصل خمسة وعشرين. هاتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هنا ستة فقط يدخل بانتظام. هنا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هم يحتوي يدخل بانتظام. يعني صراحة مقولة هنا كل هذا السرعة هنا مضيئة. ولو نشوف هنا. عدد. عدد الموجودة هنا اكثر ما يمكن. وهذا درسنا اليوم برنابل الكمسول. تعلمنا شون استعيد. تحياتي واتمنى تشاركونا الفيديو وتكتبونا التعليقات. اذا اعجبكم او اذا عدكم اراء او شيء يخطوص الفيديو. شكرا جزيلا لكم. اشتركوا في القناة